اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من تفعلنات نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن اغنى اغنياء العالم مات من الجوع كان هذا عنوانا لاغرب القصص على الاطلاق قصة روتشيلد اغنى اغنياء العالم وحكاية موته المعروفة يقال انها بقيت عبرة لعبدة المال وتجار الحروب واستعباد الوشر حيث كان الرجل مولعا بالتعبدي لامواله والتلذذي بها والنظري اليها بنى قصرا في جهة نائية وبنى بها خزارة هائلة لم يخبر عن مكانها احدا ورتب مجوهراته من ياقوت وزمرد ولؤلؤ ولاالي نادرة وكان لا يحلو له تناول الطعام الا وحوله مقتنياته كان لها ضوء يخطف الابصار يشعره بالقوة والسيطرة وكذلك السلطة فكان لذلك يبقى بجوار الخزانة السرية اياما ثم يعود الى اهله الذين لا يعرفون عن مكانه السري شيئا ذات مرة ذهب روتشيلد الى زيارة الخزانة في قصره السري ولم يعد ابدا وباءت كل محاولات البحث عنه بالفشل وورث ذوه ثروته وخص احد الورثة بذلك القصر النائي وبينما كانوا يهدمون القصر لاعادة بنائه عثروا على الخزانة وهناك عقدت السنتهم من الدهشة اذ وجدوا جمجمة روتشيلد وبجوارها عظامه وثروة من اللآل تخطف الابصار ووجدوا ورقة مكتوبة عليها بالدم اغنى اغنياء العالم يموت جوعا اما سر ما حدث فهو ان الخزانة كانت تغلق من جانب واحد ولقد حدث وان دخل الرجل ونسي المفتاح مفتاح الخزانة في الخارج بعد ان اغلقها وبعد ان فرغ من طعامه امام اللآل اراد الخروج تذكر ان المفتاح في الخارج وادرك مصيره وحاول السراخ لكن لا من مجيب الى ان مات جوعا وبجواره ثروته التي لا تقدر بمال لكن في قصة اليوم وهي قصة وليست وهي حدث وليست قصة قضت من الجوع امرأة في سنة الفين واثنين وعشرين امرأة فقيرة في الجزائر تقضي جوعا توفيت جوعا في الدولة التي بحجم قارة الراقدة على ابار النفط وحقول الغص عندما يتسبب الفقر التهميش في معاناة عائلة بأسرها هي حالة وقفنا عليها بمنطقة نائية بوليتي دبسة هنا بقرية جنتيس أسرة مكونة من تسعة أفراد استقبلنا رب العائلة صاحب نظرات التيه وطايا أبناؤه نقل إلى مستشفيات الولاية والزوجة غادرت الحياة قبل أربعة أيام بسبب تعظم المرض والحاجة للرعاية عائلة بأكملها تأن تحت وطأة الفقر في مجتمع عرف عنه التكافل والتأذر بين العائلات والجيران إذن فجر خبر وفاة امرأة جوعا بولاية تبسة جدلا خاصة على مواقع تواصل الاجتماعي حيث ربط كثيرون الحادثة بشهر رمضان الذي يفترض فيه أنه للرحمة والتزاور تزاور الأقارب وتقاسم الطعام ظننت أن هذا الأمر حدث في السومال ولكن لما قرأت الخبر انصدمت هكذا علق البعض على الفاجعة بحسب الرواية الأولى للقصة فإن الحماية المدنية لولاية تبسة نقلت عائلة مكونة من سبعة أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرض ببلدية قنديس بولاية تبسة شرقية الجزائر أضاف المصدر نفسه أن الأب وضع تحت الرعاية الطبية وتم تحويل البنت لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعملية جراحية في العظام بينما حولت الأخت الثانية إلى مستشفى عالية صالح ووضعها تحت العناية الطبية أيضاً كل العائلة كانت في حالة يرثى لها صحياً وسبب هو الشوح إذن بين مفندين الخبر ومصدقين لها انقسمت أراء جزائريين حول حديثة وفاة امرأة جوعاً في تبسة إذ انتشر الخبر بسرعة كبيرة في الساعات القليلة الماضية وانهالت التعليقات على سكان الحي واتهموهم بالتقصير تجاه أهلهم وجيرانهم واتجه السواد الغالب إلى توبيخ السلوطات المحلية التي يظهر القائمين عليها أو يظهرون أيام الانتخابات ليختفوا طيلة سنوات الحكم دون نظري فيما يحتاجه الناس الذين أصبحوا يموتون جوعاً حرفياً في الجزائر الجديدة ما أعلن نش نخدم أعلن نش الشي اللي نجيبه نجيبه الأولاد هذوم نجيبهم لهم أعشاء وغطاء والشي اللي نبعث للمريض هذا عيلي هذي استفدت من إعانة أنت أقفت في رمضان أنت الإعانة المالية دخلت ديريكت للدار لقيت الأولاد مرضى السقصية على أمهم قالوا لي راه توفت في سبيطار إذن بعد قلت ناتصلت بهم قلت نشوف الحالة نتاهم في مقابل هذه الرواية كذب المجلس البلدي الولائي أو الشعبي الولائي لولاية تبسة وفت مرأة من شدة الجوع هناك وأضاف أن الحالة الاجتماعية التي تم تسجيلها تعود لعائلتنا أفرادها يعانون العديد من الأمراض منذ مدة بعيدة ولا علاقة للجوع بالحالة هكذا قالت السلطات التي وصلت إليها العائلة وأضاف المصدر نفسه أنه تم التواصل مع سلطات المحلية الولائية لاتخاذ كامل الإجراءات الهازمة للتكفر بهذه العائلة لكن ماذا عن تفاصيل الحكاية التي لا يريد المسؤولون الحديثة فيها قالت مصدر محلية اليوم ثلاثاء أن الحماء المدنية نقلت عائلة كاملة تتكون من سبعة أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرضى ببلدية قانتيسة دائرة العقلة بولاية تبسة كما قالت ذات المصادر أن رب العائلة وضع تحت رعاية طبية وتم تحويل إحدى بناته لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعملية جراحية في العظامة كما تم تحويل لابنتي الأخرى إلى مستشفى علي الصالح ووضع تحت الرعاية الطبية كما نقل أحد أبنائه إلى مستشفى الأمراض العقلية اهتز الرأي العام المحلي بولاية تبسة وفي الجزائر عموما على وقع نبأ صادم إثر وفاة امرأة تبلغ من العمر أربع وأربعين سنة فما هي تفاصيل الحكاية في بيتها الكائن بحي في طريق المطار بسبب الجوع ماتت امرأة كانت تعاني من اختلال عقلي وتقتن مع أخويها الذان يعانيان أيضا من نفس الحالة الصحية حيث تداولت قضية وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وهي الحادثة التي أظهرت تفاعلات في قمة التأثر بأحد الحالات الإنسانية التي غابت عنها أضمائر حيث أظهرت صور المتداولة صدمة حقيقية عائلة تتكون من ثلاثة أفراد مختلين عقليا يعيشون وسط القضارة والنفايات والكل غائب عن ذلك إلى وقت اكتشاف وفاة أحد أفرادها وبالصدفة ويروي السكان القطنون بجوارها قصتها بحزن شديد فقالوا أن شقيقتها الأصغر منها سنا غادرت ذلك البيت متجهة زحفا إلى أحد المحلات للمواد الغذائية القريبة من البيت لتطلب الاستغاثة وأعراض الجوع بادية على جسده الذي أصبح لا يقوى حتى على الوقوف فسرعان ما تدخل شباب الحي لتزويدها بالمؤونة والغذاء سألوها عن حالة شقيقتها الكبرى أو شقيقتها الكبرى كونها لا تغادر البيت ومن النوع الذي لا يود مقابلة الناس عموما حسب رواية الجيران غير أن الحالة التي بدت عليها هذه الشقيقة استدعى الاتصال بالشرطة للإطمئنان على سلامة منهم في البيت جميعا وهنا سعق الجميع عند تفقد المنزل أين عثرة؟ على الشقيقة الكبرى جثة هامدة في درجة متقدمة من التعفن وعلى ما يبدو أنها توفيت قبل عدة أيام أساسا بسبب الجوع فظل غياب المراكز والمصحات العمومية التي تتكفل بهذه الفئات هذا هو سبيطار انتع بلديت بالجن هذا ولا فيه الذري بش يقل ما ولا سبيطار هذا عندنا فقط طبيب واحد فقط هنا سبيطار هذا خاصر عليه منايير تعدنيا ولا مدير مدير تعد الصحة ما نعرفوش نهائي في هذا السياق يتساءل الرأي العام المحلي عن عدم فتح أبواب مستشفى الأمراض العقلية الذي يحتوي على 120 سرير بحي جبل أنوال بعاصمة الولاية بسا المبرمج إنجازه منذ سنة تسعة وألفين وانتهت به الأشغال من سنوات واستهلك من الخزينة العمومية حوالي 86 مليار سنتيم وهو لليوم هيكل بلا روح وهذا ما يضع المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والد بسا أمام الأمر الواقع يقول مراقبون لتدخل لفتح أبواب هذا المرفق الصحي الذي يساهم بشكل كبير في التكفل بالمرضى عقليا في ولاية تتجاوز كثافتها السكانية 700 ألف نسمة فيما احتج أخرون على حالة الركود والتخلف التي تعرفها تبس عموما في القطاع الصحي حيث عرفت قضية المرأة المتوفات جوعاً وعائلتها المعوزات عاطفاً بين المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي فكتبت راضية متأسفة في شهر الرحمة يحدث هذا في الجزائر نقل عائلة من سبعة أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرض ببلدية قنطيس دائرة الأقل تبسة وضع الأب تحت رعاية الطبية تحويل البلد لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعمرية جراحية في العظام وتحويل الأخت الثانية إلى مستشفى عالية صالح وضعها تحت العناية الطبية كذلك نقل الأبن إلى مستشفى الأمراض العقلية بعنابة أما أمين فكتب بندهاش كبير راسح بس حسبتها في الصمار لما شفت صورة الطفل لكن لما دخلت قريت انصدمت هل هذا ما أردنا؟ هكذا تسأل أمين ترجمة نانسي قنقر